السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين كرام إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أشرح لكم الطريقة الصحيحة من ميكروسوفت لتبيت نسخة الويندوز 11 على الأجهزة غير مدعومة كل ما تحتاجه هو نسخة الويندوز 11 وسوف أترك لكم رابط الموقع الرسمي بعد الضغط على الرابط سوف يفتح معك بهذا الشكل ثم قم بالنزول إلى الأسفل حتى تجد كما تلاحظون هنا Download Windows 11 Disk Image أعتدر عن الصوت بسبب المرض بعد ذلك قم بالضغط هنا على هذا السهم الصغير ثم تختار Windows 11 ثم تضغط هنا على Download بعد ذلك تحدد لغة الويندوز مثلا اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى بينها اللغة العربية ثم تضغط هنا على Confirm بعد ذلك قم بالضغط هنا على 64 bit download كما تلاحظون ثم تقوم بتحميل نسخة الويندوز 11 بعد الانتهاء من تحميل نسخة الويندوز 11 تحتاج إلى هذه الرسالة كما تلاحظون هنا سوف أترك لكم كذلك رابط الموقع هذا الحل لتخطي مشكلة الـ TPM2 أو سوكير بوت بالنسبة لنسخة الويندوز 11 عندما تريد أن تقوم بتتبيتها على الأجهزة الغير مدعومة سوف أترك لكم رابط هذا الموقع كذلك هذا الموقع هو موقع Microsoft ثم قم بالنزول إلى الأسفل كما تلاحظون عندنا هذه الطريقة من شركة Microsoft سوف أريكم الطريقة الآن بعد ذلك قم بنسخ هذه الرسالة كما تلاحظون بهذا الشكل ثم قم بالضغط هنا على كوبي بعد ذلك قم بالضغط هنا في مكان البحث بالنسبة لنسخة الويندوز 11 يعني يجب أن يكون الحاسوب متبت عليه نسخة الويندوز 11 آخر تحديد ثم قم بكتابة Registry بهذا الشكل ثم قم بالضغط عليه بزر الفرعي من ثم قم بفتحه كمسؤول RIN AS Administrator بعد ذلك قم بالضغط على Yes ثم قم بالضغط على الخيار الثالث SK Local Machine قم بالضغط هنا على هذا السهم الصغير بعد ذلك قم بالضغط هنا على System بعد ذلك قم بالضغط هنا على Setup ثم قم بالبحث على ملف Mo Setup في حال لم تجد هذا الملف كما تلاحظون بهذا الشكل لا يوجد فقط قم بالضغط هنا على Setup ثم قم بالضغط بزر الفرعي من ثم قم بالضغط هنا على New Key يعني New ثم تختار K بعد ذلك قم بالسمية هذا المجلد الجديد بهذا الشكل بعد إنشاء مجلد جديد كما تلاحظون هنا Mo Setup إذا لم تجده فقط قف عليه بهذا الشكل ثم تأتي هنا إلى هذا الفراغ ثم قم بالضغط بزر أرفر الأيمن ثم قم باختيار الخيار الثالث جي وورد 32 بيت بعد ذلك قم بلسق الرسالة التي قمنا بنسخها هذه الرسالة كما تلاحظون هنا من هنا قم بنسخها بهذا الشكل ثم نضغط بزر أرفر الأيمن ثم نضغط هنا على غنيم لتغيير هذه القيمة ثم نقوم بلسق القيمة ثم تضغط ضغطتين بعد ذلك قم بالضغط عليه مرتين ثم قم بتغيير القيمة من 0 إلى 1 ثم قم بالضغط هنا على OK بهذه الطريقة ثم قم بغلق هذا المجلد بعد ذلك تأتي إلى نسخة الويندوز 11 ثم قم بالضغط بزر الأرفر الأيمن ثم قم باختيار الخيار الأول ثم قم بالضغط على الستطاب مرتين ثم تضغط على Yes ثم قم بالضغط هنا على change how to stop down ثم تختار الخيار الثاني now right now ثم قم برفع علامة صح من هنا بعد ذلك قم بالضغط على Next كما تلاحظون هنا يتم فحص يتم الآن فحص بعد ذلك قم بالضغط هنا على Accept كما تلاحظون هنا يعطينا خيارين فقط الخيار الأول keep personal feel only يعني الاحتفاث بالملفات الشخصية فقط هنا nothing يعني لن يتم الاحتفاث بأي شيء يعني سوف يتم الترقية إلى Windows 11 وحذف جميع الملفات وجميع البرامج سوف نقوم باختيار الخيار الثاني الحفاظ على الملفات الشخصية فقط ثم قم بالضغط هنا على Next ثم قم بالضغط هنا على We بعد ذلك قم بالضغط هنا على OK كما تلاحظون هنا سوف يتم تثبيت نسخة Windows 11 Professional وكذلك سوف يتم الاحتفاث بجميع الملفات الشخصية بعد ذلك قم بالضغط هنا على Install بعد ذلك قم بالضغط هنا على Install وتنتظر حتى يتم تثبيت نسخة Windows 11 بعد ذلك قم بالضغط هنا على Next ثم قم بالضغط كذلك على Next ثم تضغط هنا على Accept كما تلاحظون تم تثبيت نسخة Windows 11 بنجاح أو تمت التلقية من Windows 10 إلى Windows 11 بنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته